ما تخجل تقول كلمة الحق ولو خالفوك الأهل ولو خالفوك الآباء ولو خالفوك الناس كلهم إبراهيم عليه السلام قال لهم وأعتزلكم ده حق ما قبلت الحق وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم خلاهم لأله وهبنا له إسحاق ويعقوب خل كفار لأله الله عوض بأنبياء أنبياء خل بلده لأله الله عوض بأفضل البقاع كسر بيده واصلام الله شرف بنبي الكعبة لأنه عظيم لأنه رجل أمة لأنه خل أي شيء لأله ولده أهل بحبه أهل جاءه بعد كبر الله أمره يذبحه أشوف الإبتلاء بقدر الإيمان الرجل ده ما سمه خليل سايه ولده المنزل ده سايه تخلخل حب الله وتخلل جميع قلبه فصار قلبه لله وصارت حياته لله صار رضاه لربه صار غضبه لمولاه ولده الولده قال لا تذبحوا وما رسل لي جبريل صاحي قال لي يا إبراهيم اذبح ولدك في النوم رؤية يعني رؤية بتاعت نوم يعني ما رسل لي جبريل عديل وحي عديل كذي مباشر الوحي العام في النوم وحي في النوم ما صحة قال لا النوم ده مياهو وما ممكن ووه وإلى آخره وده نبي لا فلما أسلما شفت تربية ذاته ولده رباه على التوحيد فلما أسلما وتله 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 تله منه تله ولده ليه أشان الله سبحانه وتعالى وتله على شنو قعدوا عليه كرعيه للجبين وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا عباد الله كتار هو من نون إنه من عبادنا المؤمنين لمن الله في القرآن في أعظم كتاب يسجلك من المؤمنين ما قلت دربك مرق وشكذا يا جماعة الناس تمش لي الله تلجأ إلى الله تتواصى بالحق تخلي شيء أي شيء لله سبحانه وتعالى أي شيء عارض الدعوة يعارض الدين ازهد فيه أطلب ما عند الله وما تطلب الراحة مسكت الدين ده إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة قول تقيل دائر سواعد قوية ما دائر بالمزاج والله الليلة ما مسافر عندي وجع بطن لو وجع راس تمش طوالي والله ما مسافر لأني فتران فتران أمش قدام ما شفت الصحابة أبو عقيل أصيب يوم اليمامة أصابوا لما خلا أزبقى في آخر رمق فجاءه ابن عمر قال يا أبا عقيل أبشر قتل عدو الله مسيلم فرفع رمقه إلى السماء وبصره قال اللهم لك الحمد ثم أثنى على الله فمات ما تجرسوا شعلوا الدين وما شبهوا دعوه للشرك صبروا على التوحيد حتى ألقوا ربهم سبحانه وتعالى دعوة دي ماذا رمزية علي ديون إلا قضي ديوني حتى أشتغل دعوة بيدينك اشتغل دعوة الله برحمك الرسول ما تدرعي يهودي والله دين دين بتاع شنو والله أنا لو طوالي كل يوم اشتغلتها بدوني عين الدقعين أضان اشتغل دعوة تحصن وأدعو الله سبحانه وتعالى وأدعوه إلى الله خلي الله سبحانه وتعالى صح التعبير ارفع قدرك بعدين لم يا أخي مندوب بتاع شركة زول بنادي الناس يقول لهم تعالوا اشتروا بس كويد بركة وبس كويد كابتن ماجد وبس كويد ايه و ايه و ايه بدعوا لبس كويد سيد الشركة بالدي عربية و اكرموا و ادي مرتب و يزوروا و يحترموا دعا لبس كويد تب تدعو ليه الله الله ما بكرمك الله ما بيرحمك الله ما بيرفعك و لذلك تدعو الى الله و خليك في الدنيا دي وظيفتك اشتغل في السوق حدادي حلال اشتغل دكتور مهندس حلال لكن الوظيفة العظمى اللي بتعيش عليها الدعوة الى الله تعالى و محروم الذي لا يتحرك لسانه دعوة الى الله تعالى و لا يتحرك قلمه دعوة الى الله تعالى و لا يتحرك جسده في سبيل ربه سبحانه وتعالى ازول احسن الضم بالله ازول يلجأ الى الله ازول يتضرع الى الله لو عمرك تزعين سنة و ما عندك جنة ارفع يدك لالله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر على الكبر قال ابن كثير عمره اربع وثمانون سنة و قال سبع وثمانون سنة و قال خمس وثمانون سنة احدى هذه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق ان ربي لسميع لسميع شنو لسميع الدعاء لانه دعى الله سبحانه وتعالى لانه لجأ الى الله كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفية عاود نفسك اي شي تلجأ الى الله بشر ديل ما عنده شي الخلق ديل باختصار ما عنده ني شي لا عنده الرزق رزقك فوق لا عنده جنة الجنة من فوق لا عنده صحة الصحة من فوق واذا مريضت فهو يشفين لا عنده مغفرة المغفرة فوق لا بيملك جنة الجنة فوق لا بيملك نار النار عند الله هو الذي يتصرف فيها النار بيده سبحانه وتعالى في اسفل سافلين وهو فوق كل شي يأمرها وينهاها ويأمر الخلق اجمعين وهو العظيم وهو الملك يا ناس اذا السماء من السماوات السبعة لو خدت معاوى الارض سماء واحد خدتها جنب الارض الارض مع السماء كحلقة ملقات في فلاء سلسل قطعت منه حلقة واحدة رميت في صحراء دي الارض مع السماء وهين سبعة سماوات والسماوات السبعة مع الارض اخدتين جنب الكرسي وسع كرسيه السماوات والارض والكرسي مع العرش العرش اكبر من الكرسي وبعد فوق العرش الرحمن على العرش استوى حجابه النور حجابه النور تجلى للجبل العظيم فجعله دكا ما اعظمه وما اكبره الكبير المتعل لا تدركه الاوهام ولا العقول عظيم لولا ان الله يثبت اهل الجنة لما استطاعوا رؤيته جميل يحبه الجمال وهو فوق كل شيء لا يخفى عليه من الخلق لا تخفى عليه خافية يعلم دبيب النملة ويعلم ما في بطن النملة يعلم عدد الحصى يعلم كل شيء وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يا ناس عظموه والله بتنجو وحدوه ما تنادو غيره ألجأوليو الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلوا لي الله وخلوا شغلتكم مع الله مباشر طوالي